انا سعيد جدا وبشكر حضرتك طبعا انكم شرفتونا وان خليت لنا اطلالة من خلال المنبر بتحضرتك شرفين شرفين وزي ما احناك شوفت والله الناس كلها سعيدة طبعا انكم متواجدين معانا وحصينا اخيرا ان احنا في بؤرة الاهتمام لا لا دايما في البؤرة انا بشكر حضرتك جدا واتمنى ان الزيارة تتكرر كمان في الشتاء بتبقى جميلة كمان اوي يعني رغم من الجو جاف الحمد لله ما احناش بنعاني ولكن انتم نورتونا وسوى منورة بيكم شرفتنا بشكرك شكرا جزيلا انا اللي بشكر حضرتك زي ما بقول لحضرتكو النهاردة دي حلقتنا زي ما انتم تابعين كده من اول وبدأنا الحلقة لحد ما بنخلص الحلقة ولكن المشهد الوراية ده مشهد حضرتكتو بقى شايفه كده مشهد رائع جدا شوف السماء صافية الجو عايز اقولكو اولا حرارة هنا طبعا ولكن احنا عادين لكنك تقريبا قريب قوي من يعني الخريف طبعا وسط المية بسم الله ما شاء الله في شوية هوا جمال ما فيش رطوبة في ولكن كنا بالنهار نار بالنهار بس تاني زيارة سيوة لكل الناس اللي يسمع عن سيوة سيوة يقرأ في الكتب عن سيوة لا لما بتيجي الموضوع مختلف تماما في ناس جاية مخصوصة عشان اللقطة اللي ورايا دي لقطة الغروب محمد بيقولك لا مش مش هنقول عليها كزا هي الحياة هي واحد الحياة بشكر حضراتكو شكرا جزيلا كل زملائي طبعا عايزة لكم مشوار لهنا الناس سيعبوا قوي بس مهمة قوي انه كان لازم نيجي هنا وما كانش ينفع ابدا مانجيش سيوة ونبقى موجودين عشان نقول لحضراتكو سيوة التغيير الكبير جدا اللي حصل عشان الناس اهل سيوة وكمان اهلهم اللي بيجوا من كل حتة مصريين او عرب او اجانب بيحبوا يجوا هنا عشان المتعة فيه ناس بيتيجي هنا عشان بس تفصل لعايز يبص على تليفون ولا يشوف حاجة يستريح فقط لغير وهو مكان للاستجمام والراحة المكان ده من سنة كنا منتكلم نقول لحاقه فط ناص خلاص ما بقاش فيها حاجة بجد كنا منتكلم كده طب احنا عادين في المكان اللي كله من سنة بنقول لحاق يا جماعة المنطقة دي محتاجة تدخل من الدولة الدولة تدخلت وبقى فيه منسوب للمية اللي حالكم بتشوفوه ده الدولة عمرها ما تكون ضد شعبها ابدا الدولة بتشتغل عشان شعبها الدولة اللي عملته النهاردة في سيوى عشان الناس تعرف تعيش والناس تعرف تاكل ايوة بتعمل مشروع للاكل يعني ايه اكل حياة الناس هنا ايه عنده شجر النخيل وعنده شجر الزيتون وعنده حاجات اخرى بدوا يزرعوها حياتهم عايشة ايمة على ده وكمان السياحة وهما بيحافظوا على ده وفيه استقبال وضيافة للناس اللي هما بيقولهم مش عايزة اقول لكم مستوى لان هما اهل الكرم بجد تصبعها للفخير